مرحبا حبايب أصحاب بوججدي شلونكم إن شاء الله تكونون بخير اليوم راح نقرأ توقعات برج الجدي العامة القراءة راح تكون عامة تشمل الجانب الصحي الجانب العائلي الجانب العملي الجانب العاطفي قراءة للمنفصلين المطلقين والعزاب وأيضا المرتبطين في علاقة وخلونا نبلش هسه نقرأ التوقعات أشوف أنه راح أبلش بطاقتك الحالية يا برج الجدي برج الجديد أشوف أنه أنت ممكن البعض منكم بهاي الفترة يكون كان مار بعلاقة ثلاثية أو هو حاليا بعلاقة ثلاثية وما قاعد يقدر يطلع من عندها أو ممكن يكون أكو طرف ثالث بينك وبين الشريك هاي على الصعيد العاطفي أشوف أنه أنت متمسك بشخص بصورة كبيرة جدا وده تحاول أنه تحافظ عليه أو حتى تحافظ على العلاقة اللي بيناتكم من التداخلات الخارجية وممكن يكون أكو شخص واقف بينك وبين الشريك وممكن يكون معارض من أهلك أو حتى من أهل الشريك اللي أنت تتعامل وياه هذا شخص أشوفه موقف العلاقة اللي بيناتكم مقطوع ممكن تكون أنت بالفترة الحالية مقطوع علاقتك بالحبيب بسبب موضوع علاقة ثلاثية أو حتى وجود طرف ثالث معارض بينكم بالعلاقة فلأنه أشوف أنه أكو أمر فجأة صاير وياك أو راح يصير وياك ببداية السنة ممكن يكون يخص علاقة بالنسبة للمرتبطين أو حتى المتزوجين أما بالنسبة على صعيد العامل بعض منكم ممكن أنه يكون بالفترة الحالية داخل بشراكة بالعمل لأنه ده أشوف أيضا عندك تقدم بس قاعد تتقدم بحذر بالعمل ممكن البعض منكم يكون داخل بعمل جديد أو شراكة بالعمل وقاعد يتقدم بهاي الشراكة خطوة خطوة عنده نوع من الحذر من المخاوف أنه هو يخسر بيها أو ممكن يكون حتى داخل العمل جديد ولكن أكو شخص ده يأثر عليك بهذا العمل اللي أنت دخلته ممكن يكون شريك وهذا الشريك أنت ما مرتاح لعندك شكوك اتجاه أو حتى ممكن يكون شريك عاطفي شخص أنت قاعد تتعامل يا وعندك نوع من الشكوك والأوهام اتجاه لأنه طلعت هنا طاقة الأسرار موجودة ممكن تكون عند هذا الشخص خاصة إذا كان من برج الحوت فهذه الطاقة العامة بالنسبة لكم للبعض البعض الثاني يشوف أنه أنت مركز على العمل بالفترة الحالية والبعض منكم منتظر شخص يصير بينك وبين كلام أو حتى موضوع رجوع أشوف الأكثرية من عدكم قاعد تنتظرون رجوع تنتظرون بداية جديدة ويا شخص أو حتى تعويض رباني البعض من عدكم الثاني قاعد أشوف أنه بهاي الفترة مركز تركيز عالي سواء كان على العمل أو حتى إذا تشن الطالب ممكن تركيزك يكون على القراءة يعني بالفترة الحالية وضعك الدراسي أشوف أنت مهتم بوضعك الدراسي وقاعد تحاول أنه توصل أو تحقق نجاح بوضعك الدراسي أو حتى العملي أشوفك مشغولة هواية بالعمل وعندك نوع من عدم الاهتمام بالفترة الحالية دا تحاول أكو شخص بحياتك ما تبين لاهتمامك به مثل ما نقول لابس وجه خشب عليه رغم أنه أنت مراقبة بعيد ومتمسك به ولكن ما تريد تتقرب منه وتصرح بمشاعرك ممكن يكون أنت متخد موقف اتجاه هذا الشخص بسبب موضوع صاير بينكم بالماضي عموما هاي طاقتك العامة بالفترة الحالية برج الجدي أشوف أنه أنت الطاقة العامة للسنة أو حتى ممكن هذا الشي صاير أشوف أنه أنت بالفترة السابقة مريت بمرحلة انفصال المؤلم الانفصال اللي صار بينك وبين هذا الشريك أو حتى راح يصير ما أشوف أنه أنتو سبب منه ممكن أكو طرف ثالث دخل بينكم وهو خلى هاي العلاقة اللي بيناتكم تنهد وتنتهي ممكن يكون طرف من العائلة لأنه أشوف أنت حتى أوضاعك على الصعيد العائلي أكو أشخاص منافقين موجودين وياك بالعائلة ممكن ناس قاعدة تغشك أو تخدعك بصورة ما موجودة هي من العائلة موجودة يعني شخص من عائلتك نفسه شخص ممكن يكون مقرب إلك أو حتى ممكن يكون شريك أشوف أنه أنت مريت بمرحلة مؤلمة مريت بصدمة مثل ما نقول أنت ممكن تكون بسابق مرة بصدمة أو حتى بداية السنة وياك بدت بصدمة هذا الشيء مسبب لك متاعب هواية أشوف عندك نوع من الانعزال بالفترة الحالية صاير أنت منعزل عن الناس أتحاول تقيم التجارب أتحاول تبحث أكو موضوع أنت قاعد أتحاول مرة واثنين واثلاثة وأربعة بما عندك يأس من نتشنت بالماضي ممكن هذا الموضوع يكون قلت لكم بخصوص شيخص اللي أنت مرتبط به ممكن يكون أكو أطراف خارجية تدخل بعلاقتكم وهي قاعد سبب المشاكل أو حتى هي اللي سببت انفصال البعض الثاني أشوف ممكن يكون مار حتى بانفصال يعني طلاق البعض الثاني ممكن أيضا يكون مريت بحالة وفاة بالسابق وهاي الحالة ما للوفاة أو الموضوع اللي الأزمة اللي صارت الصدمة اللي عانيت من عدها ظلت مأثرة عليك وهو بعد هذا الحدث الأمور كلها راح تنقلب وراح تصير صالحك أمورك كلها راح تتحسن وشوف قلت لك عندك نوع من بالفترة الحالية يعني انعزال طاقة الانسحاب أنت منسحب مبتعد عن الناس دا تحاول تقيم حياتك تقيم التجارب اللي مريت بيها بالسابق دا تريد تستفاد من الأخطاء اللي أنت مريت بيها ممكن تكون تتعامل ويا شخص من برج العدراء أو حتى برج العقرب وهذا الشخص ينطبق عليه سيناريو اللي قلته سيناريو الانفصال الصدم اللي صار إليك أو حتى الحدث المفاجئ البعض منكم ممكن يكون مر بخسارة مالية خسارة عاطفية أو حتى خسارة إنسان من العائلة مقرب منك ممكن يكون شخص كبير من السن مات وأنت أثر عليك وفاة هذا الشخص بصورة كبيرة أشوف أهم الأحداث اللي راح تصير وياك أكو باب رزق راح ينفتح لك مفاجئ هذا الرزق أشوفه راح يغير حياتك المادية ويحس من عندها من بعد ما كانت أمورك معلقة على الصعيد المادي على الصعيد العملي أشوفه أنه أكو راح تبلش ممكن تبدأ تفكر بمشروع أو تخطط بمشروع أو حتى إذا كنت بخطط لهذا المشروع فراح تبلش تمشي تحقق هذا المشروع أو هاي الخطوة ولكن أشوفك متباطئ بتحقيقها لأنه ممكن تكون منتظر مساعدة من الشخص أو حتى ممكن تكون الشراكة اللي قلت لك إياها بالأول أشوفك متباطئ بالتقدم هذا العمل أنت ما قاعد تستعجل أنت أساسا طاقتك ترابية فتتقدمه ببطئ أشوف أنه أنت قاعد تحاول تدرس هذا المشروع بالفترة الحالية ده تحاول تقيمه من جميع الجوانب ما عندك روح المجازة فأنت تفكر هوايا قبل ما تخطي خطوة إلى الأمام أشوفك قلت لك يعني عندك نوع من البطئ ولكن أنت قاعد تتقدم من الحلم اللي أنت تريده أو حتى تحقيق هذا المشروع أو العمل قاعد تتقدم إلى ولكن التقدم راح يكون ببطئ الأمور تبدأ بالتحسن خاصة على الصعيد المادي أشوف عندك مصاريف هوايا مسؤوليات هوايا راح تكون خاصة على صعيد العائلة ممكن تكون أنت عندك مسؤولية شايد مسؤولية بيت شايد مسؤولية أهل أو حتى أولاد البعض منكم متزوجوا عنده أولاد فاشوف عندك نوع من الملل الروتين من العمل اللي أنت موجود به وده تحاول أن تفكر بطريقة جديدة لكسب المال للأرباح تركيزك المادي كلش عالي راح يكون قلت لك لأن البعض منكم ممكن يكون مار بخسارة مالية بالسابق وهذه الخسارة أثرت على وضع المادي بصورة كبيرة وتعلقت أمورك فترة البعض من عندكم ممكن يكون يعني أنا هاي الورقتين مني طلعين عندي سوى ويا ورقة الشيطان البعض منكم ممكن يكون أكو عمل مأثر عليه وهو اللي يوقف أمورك العملية والمادية فاللي يحسون أو ممكن يكون أكو شخص يمسوي لكم عمل وأنتو عدكم علم بي أو حتى الشيك فاتأكدوا حصنوا نفسكم أرقوا نفسكم برقية شرعية أكو حسد عالي عليكم أشوفه أكو هوايا أحداث قاعدة صار بيكم وبسبب الحسد بسبب ممكن موضوع عمل صار لكم من أمرأة أشوف هاي الأمرأة عندها طاقة خبث يعني طاقة مكر خداع ممكن تكون من العائلة وممكن تكون أمرأة غريبة أيا كانت ولكن أشوف أنه تأثيرها كبير هاي الأمرأة بحياتكم وأموركم أغلب الأمور هنا طلعت لكم معلقة ويهاي الورقة فأنتو بالتأكيد أكو عدكم طاقة سحر موجودة ممكن تتعرضون السحر ببداية السنة أو ممكن تكونون تعرضتوا إلى بنهاية السنة الفاتت فأشوف أنه لازم ترقون نفسكم لازم تسوون استشفاء لأنه حتى وضعكم الصحي مدى أشوفه ذاكي الوضع الزيان يعني فأموركم شوية راح تبلش ببداية السنة موذيك الأمور التمام شوية بيها تباطوا أموركم راح تبدأ تتباطئ شوية شوية بالأعمال بالعاطفة بكل شيء عدكم تباطوا أكو أمور معلقة ما قاعد تتيسر تحسوها ولكن النصف الثاني إن شاء الله تبدأ تتيسر الأمور تمشي شوية شوية بس أرجع أكرر لكم طاقة السحر اللي موجودة عدكم قوية جدا ده أشوفها البعض منكم هاي طبعا قراها عامة مو لكل البعض وطبعا البعض اللي إذا أقول عليهم هم يعرفون نفسهم يعني الناس اللي إذا أقولاني ممكن يكون عندها سحر هي أكيد أما تعرف أنه هي عليها عمل أو حتى شاكة بشخص ممكن يكون بساوي لها عمل فأرقوا نفسكم حصلوا نفسكم من العين من الحسد من السحر الأذكار دائما خليكم دائما أذكار مساء أذكار الصباح صورة البقرة اسمعوها رقيات الشرعية ما للسحر همينة ركزوا عليها بهاي الفترة يحاولوا تكتمون أرزاقكم لا تحشون الأرزاقكم للناس تكتمون أموركم أموركم الحلوة نفسكم حتى قضاء الحوائج هي قضاء الحوائج لازم تنقضي بالكتمان فاللي لازم تسوي أنه أنت تكتم لأنه حتى نقاط القوى اللي عندك هي أنه أنت تكتم المشاريعك أحلامك ممكن الإنسان حتى أحلامه ينحسد عليها تكتم أموالك تكتم عليك كل شي حلو موجود بحياتك حاول تحافظ عليه مثل ما نقولون أخواننا المصريين داري على شمعتك تئيد فأنت حاول أنه تكون كتموا بهذه السنة على أرزاقك على أحوالك العاطفية استقرارك العائلي أي موضوع ممكن تريد تخطي عليه خطوة حاول أنه تكتمه بهذه السنة لأنه عندك طاقة حسد كل شعالية موجودة وأيضا طاقة العمل للبعض من عدكم موجود اللي يعرفون نفسهم من أقول طاقة عمل هم يعرفون أنهما ممكن يكونون متعرضين السحر فأرجع أكرر لكم حاولوا تحصنون نفسكم بالأذكار أو تتخلصون من هذا السحر اللي موجود عليكم لأنه راح يعرق للكم هواية أمور خاصة لأمور المادية لكم هاي على الصعيد العملية قلت لكم أشوف عدكم تقدم بالعمل راح يبدأ يبلش ببطء شوية لأنه أنت خطواتك بحذر متباطئ أشوفك على الصعيد العملي إذا تمشي بحذر خطوة خطوة خايف من الخسارة خايف أنه تخطي خطوة غير محسوبة وتأدي إلى خسارة لأنه أنت البعض منكم أورادي خسران متعرض الخسارة المالية بالسابق فهذا الشي مخلي عنده حذر على الوضع المادي بالفترة الحالية وراح تتقدم وببطء بمشروع وأشوفك راح تنجح بهذا المشروع المشروع اللي أنت قاعد تشتغل علي ممكن يكون بيتنقل ممكن يكون بمكان بعيد عليك أو حتى بيسفر فأشوف الأسفار البعض من عدكم عنده سفر متأجل صار لفترة يا برج الجدي السفر إن شاء الله بداية الشهر الثاني لناس اللي مقدمين على هجرة أو شيء وأمرهم تشان معلق فأشوف شهر الثاني أكو راح يجيكم خبر عن موضوع سفر تشان متأجل عليكم أو متأخر صار لفترة وراح يتيسر ويتم هذا السفر خلونا ننتقل على الوضع الصحي الوضع الصحي مثل ما قلت لكم يعني الطاقة قاعد تكرر نفسها البعض منكم هو متعرض السحر أو عمل أو حتى طاقة حسد كبيرة وهذا الشيء مؤثر على أمورك كلها أشوف إنه ممكن تعانون من المشاكل بالظهر بهاي الفترة الظهر المفاصل أكثر شيء بعض الناس من عدكم ده أشوف عدكم آلام بالظهر بالأقدام ده تصير عدكم بالمفاصل هذا الشيء محتاج منك وقفة محتاج منك إنه تستشير طبيب هواي ناس قاعد أشوف يعني مريته بأزمة صحية بسابق أو حتى حتمرون بأزمة صحية ولكن راح أتعدي إن شاء الله الأمور على خير وراح يصير عدكم شفاء ولكن محتاج من عدكم تركيز أكثر تخلون تركيزكم على الوضع الصحي وتهتمون به البعض منكم أشوفوا ممكن تكون عنده مشكلة بالأكتف وبالظهر أكثر شيء هذا طالع يمي على الوضع الصحي فإذا كانت عدكم هاي المشكلة حاولوا تحلوها لأنه إذا ضليت وتهملوها احتمال تتعرضون يعني عملية جراحية تخص هذا الموضوع العملية الجراحية إذا كانت تخص الظهر أنا قلت لكم أشوف أنه الأمور تعدى على خير ولكن محتاجا منك تركيز لازم تهتم بأوضاعك الصحية بهاي الفترة وتركز عليها بصورة عامة بالنسبة للأوضاع العائلية برج الجدي احذر من شخص منافق موجود بالعائلة وياك هذا شخص ممكن يكون مقرب وطاقة هنا طالعة يمي طاقة هوائية هذا شخص قاعد أشوفه ممكن يكون ينقل كلام بالبيت أو حتى يسبب فتنة يسبب مشاكل هذا شخص ممكن يكون ديغشك أو حتى البعض من عندكم ممكن يكون هاي طبعا القلة قليلة منكم البعض منكم هذا الشخص اللي من العائلة موجود ممكن يكون سارق منك أموال أو سارق منك حاجة وانت بعدك لحد الآن ما مكتشف هذا الشي اشوف راح تكشفه بالفترة الجاية ولكن احذر من عنده اشد الحذر لأنه هذا الشخص اول شي ينقل كلام منك ويوديل غيرك وتسبب مشاكل بينك وبين الاطراف الثانية اللي موجودة هذا الشخص ممكن يكون حتى هو اللي على الصعيد العاطفي هو اللي موقف أمورك أو حتى هو سبب الخراب اللي صاير بينك وبين الشريك طبعا للبعض منكم وليلكل اللي قرأت طاقتهم بالبداية فاشوف انه هذا الشخص ينقل من العائلة احذر من عنده اشد الحذر ممكن هذا الشخص يسرق منك أموال ممكن يسرق منك حتى أفكار ممكن يكون يسرق منك ياخذ منك كلام وهذا الكلام ينقل غير ناس وتسبب لك مشاكل هذا الشخص أشوف اللي موجود بالعائلة يسبب لك مشاكل هواية متاعب هواية وأيضا عنده طاقة الأعمال بالخفاء يشتغل من وراء ظهرك يحاول يخرب عليك أمورك فاحذر طاقة هذا الشخص اللي موجود بمحيطك واللي قاعد أشوفه من العائلة شخص مقرب من عندك لأنه هاي ورقة العائلة فمن تطلع بورقة العائلة ورقة بمعناها أحذر على أموالك أحذر على أغراضك أكيد أنت من راح أحتي عن هذا الشخص راح تعرف من خلال طاقته من هو موجود فاحذر من هذا الشخص بهاي السنة لأنه أشوف تأثيره راح يبقى وياك لحد شهر الثامن من هاي السنة هذا الشخص راح يبقى يأثر عليك بهواية أمور ولكن هو ينكشف بالآخر أحلامك وتطلعاتك يا برج الجدي برج الجدي أشوف عندك أحباط مطبيعة بهاي الفترة عندك طموحات عندك أحلام هواية ولكن قلت لك أنت ما أخذ وقفة ما أعرف شنو هاي الوقفة اللي أنت ما أخذه ليش أنت هل قد متباطل بالأمور المادية أو حتى بحياتك بصورة عامة أنت منعزل أساسا طاقتك طاقتك طاقة هنا برج العدراء أيضا متباطل فالبعض من عندكم تتوصلني طاقة أنه ممكن تكون الأمور العاطفية مأثرة عليك على شغلك على نفسيتك أشوفك محباط أشوفك متعب يعني من تطلع هاي الورقة بالأمال والطموحات يعني معناها أنت بالفترة الحالية حتى أحلامك وطموحاتك كلها مأجلها ما قاعد تريد تحققها أنت متباطئ كل شي عندك طاقة تحباط شديدة كأخيرات هواية صايرة عندك ممكن أمور هواية متعرقلة بحياتك هذا شيء مخليك قاعد هاي القاعدة برج جدي أرجع وقل لكم أشوف أنه أكو عمل يمأثر عليكم بصورة كبيرة أو حتى طاقة حسد كل شعال يحاولوا ترقون نفسكم من الحسد ومن طاقة العمل للناس اللي تعرف أنه هي ممكن يكون عندها عمل فهاي طاقة مالالإحباط من تطلع بالأمال والتوقعات معناها أنت ما أخذ وقفها أنت موقف كل شيء بالفترة الحالية خاص أول 14 من السنة أشوفك راح أتوقف أمورك كلها أتوقف أحلامك أتوقف يعني حتى أوضاعك العاطفية أنت ما تريد تمشي تخطي خطوة إلى الأمام أنت باقي من توقف بمكانك بهاي الفترة ولكن بعد هاي الفترة أشوف أمورك تبدأ شوي شوي تتحسن تستعيد القوة البعض منكم ممكن تكون عندها أحلام وطموحات يطلع العمل جديد ولكن هو باقي على المضمون لأن قلت لكم هنا عدكم تباطئ فأنتم متباطئين ما قاعد تمشيون تختون خطوة جديدة أنتوا باقين على الشي المضمون اللي موجود عندك الثابت وده تحاول تشتغل عليها قاعد ترفض هوية عروض قاعد تجيك ممكن تكون من أشخاص أنت تعرفهم أعمال جديدة أو شراكات جديدة ده تحاول أكو أشخاص قاعد يجون ده يحاولون أنه ممكن يحققون شراكة وياك ولكن أنت قاعد أشوفك متباطئ وما قاعد تخطي خطوة للأمام قلت لك فحتى أحلامك وطموحاتك أنت بالفترة الحالية ناوي أنه تركز على الشي الموجود بين إيدك خاص أول أربعة شهر من السنة لأنه عندك مخاوف وبعدها تبلش تبدأ البداية الجديدة أو تنطلق مثل ما نقول أنت حاليا ده أشوف وضعك طاقتك طاقت تباطئ بكل الأمور فخلونا ننتقل للوضع العاطفي إلى برج الجدي اللي قاعد أشوفها مأثر على حياتك كلها بصورة عامة برج الجدي مثل ما قلت لكم البعض منكم ماررب انفصال هاي الورقة وهاي الورقة هي ورقة النهاية وهنا أيضا عندك ورقة The World هي ورقة النهاية فأنت ممكن البعض من عدكم يكون ناهي علاقة فعلا والنهاية العلاقة هاي ما كانت نهاية مرضية إلك هاي العلاقة ممكن أنت تشين تباني عليها هواي آمال هواي ضحيت بها هواي حاولت تبني أو تأسس يعني هي ورقة التور أصلا هي شوفوا هو بيت كان ثابت ومستقر فجأة جتي عاصفة هذا طبعا التأثيرات هاي مونتائج أعمالنا هاي تغييرات قدرية تكون ورقة الميجر أركانا فأكو شي مفاجئ صار بحياتك هذا الشي قد أنه البيت إذا تشنت أنت مثلا متزوج فممكن يكون هاي الورقة تكون ورقة الطلاق البيت اللي أنت بنيته وتعبت عليه وضحيته هواي وحاولت هواي حتى تحافظ عليه بخاصة المززوجين هنا قاعد أشوف الناس المززوجين وهما يعني ممكن يكون بينهم زعل أو حتى انفصال يعني صاير ولكن مو ما أشوف انفصال رسمي بعض منكم بعدها العلاقة ما منتهي أكو بعض كلام بها ممكن يكون بصرة الطرف ثالث مثل ما قلت لكم فأنت حاولت بكل مجهودك أنه تحافظ على هذا البيت تحافظ على هاي العلاقة للناس اللي مرتبطين تكمل هاي العلاقة كونت تحس نفسك مكتمل بهاي العلاقة هاي العلاقة كانت بالنسبة إليك هي قدرية أنت كونت تباني عليها هواية أمال وأحلام فجأة دا شوف صار شي مشكلة أو حدث هد الأحلام اللي كانت عندك كلها فسقف التوقعات العالي اللي كان عندك كله انهد الها سبب أنت عندك أحباطهم متعلقة أمورك كلها قلت لكم يعني ممكن تكون طاقة السحر هي المؤثرة لأنه طلعت أيضا ورقة الشيطان بالعلاقة العاطفية فممكن العمل اللي عندك يكون عمل عاطفي ممكن يعني من طرف شريك إليك أو حتى من ناحية الطرف الثالث اللي موجود بينك وبين الشريك هو ممكن يكون اللي يمسوي هذا العمل اللي يمخليك بهاي الطاقة المتعبة فالعلاقة هاي قلت لكم ممكن تكون هي شخص من برج ناري ممكن تكون هي شخص من برج الجدي مثلك أو حتى برج الحمل هنا موجود يمني برج القوس برج الثور برج العذراء برج العقرب برج السرطان هاي الورقة أشوف هاني برج السرطان وأيضا برج الميزان فإذا شنت تتعامل ويا أحد هذه الأبراج اللي موجودة أشوف قلت لك أنت عندك مخاوف أكو علاقة أنت من السابق تعرف أن العلاقة هاي لازم تنتهي بس أنت شنت تحاول تقاوم الانفصال أو إذا شنت بعدها ما منتهي فأنت الحد الآن قاعدت تحاول تأخر موضوع الانفصال تعرف أنه الانفصال راح يصير ولكن أنت ما متقبل التغيير ما متقبل النهاية ويا هذا الشخص أشوف ممكن يكون هذا الشخص هو اللي ينهي العلاقة وياك وأنت بالفترة الحالية قاعدت تحاول ترجع هذا شخص للحياتك أو حاول تترجع هذا شخص للحياتك زيادة عن اللزوم ولكن هذا الشخص انطاك من الماضي يعني ممكن تكون منتهية ولكن ما مغلقة بشكل تام ممكن كان باقي بها تواصل أو حتى أمل أشوف هاي العلاقة اللي طيتكم المعالم مالتها كانت بينكم مصحية كانت متعبة كان بها طرف ثالث دائما يخرب عليكم بالعلاقة وحتى ممكن تكون اكتشفت موضوع شخص ثالث انت وهذا شي صدمك أو فاجأك هاي صدمة كبيرة تجاه الشخص وقررت انه تنهي العلاقة لانه قاعد أشوف انه انت خلص قررت ما تنطي بعد فرصة ثانية لها العلاقة انت ناهي هاي العلاقة وبلش يصير عندك اكتمال انت يعني وصلت المرحلة النهائية خلص بعد هاي العلاقة لازم تنتهي وراح تنتهي وشوف الانفصال اللي صار حاول انه تنطي فرصة نفسك انه تستشفي انت محتاج استشفاء بالفترة الحالية حاول تنس الازمة اللي عديت بها تتشافى من عدها تماما حتى لا تغلط وتاخذ قرار متسرع تدخل بعلاقة ويا شخص مو مناسب الك المهم على الصعيد العاطفي اشوف عندك انتصار وعندك وقفة اكو عندك انتصار على شخص ظلمك هوايا بالسابق هذا الشخص الشخص هذا اشوف من النوع اللي كان قرارات متحفة اللي يتخذها يتخذ قرارات على اساس العقل مو العاطفة ممكن يكون ما كان يهتم بك الاهتمام اللي انت تنطيه لانه اشوف اكو اقرار عاطفية ممكن تكون عكسية طبعا هسا هوايا يقولولي لا هذا برج الجدي هو الخاين وهو لانه بالابراج تكرر برج الجدي فالقراءة ممكن تكون عكسية يعني اذا انت شريك برج الجدي قاعد تابع برج الشريك يعني فالقراءة ممكن تنطبق عليك انت ما تنطبق على برج الجدي نفسه فهي قراءة عامة مستحيل تكون يعني مضبوطة بعض من عدكم بس توصل فاشوف عندك انتصار على شخص من برج ناري هذا الشخص كان مجحف قلت لك بقراراته كان كلامه جارح راح تتخذ قرار انه تقطع هذا شخص من حياتك نهائيا ممكن هذا شخص كان مخيرك بين خيارين لازم تختار من عدهم فاشوف انه انت راح تختار انه تقطع هذا شخص من حياتك تطلع نهائيا وعندك انتصار عندك تقدم اشوف راح راح تبلش تبدأ من جديد راح تبلش تبدأ خطوات الى الامام على الصعيد العاطفي عندك خطوة جديدة راح تتخذها عندك انتصار اكو حق اليك كان ضايع يمشخص هذا الحق اشوف راح يرجع اليك بالفترة الحالية ولكن احذر من شخص طاقة نارية موجودة بمحيطك بهاي الفترة ممكن يكون عنده نوع من التلاعب او الكدم ف قلت لك اشوف عندك انتصار يعني انت راح تنتصر عليه هذا شخص وممكن راح تكتشف تلاعبة بعد فترة بالنسبة للعزاب خلينا نتقل العزاب العزاب من برج الجدي اشوف طلع لكم يعني اشوف وضعكم ب2020 بالنسبة للعزاب راح تكون سنة الحب سنة الاستقرار سنة العاطفة اكو علاقة جديدة راح تدخل بحياتك هاي العلاقة راح تكون بها تدفق للعاطفة كبير جدا عندك استشفاء اذا شنت مار بازمة بسابق ممكن تنطبق عليك يعني صار لك فترة طويلة من فصل وودا تفكر ببداية جديدة فاكو بداية جديدة ده اشوف كلها حب كلها سماح كلها يعني يصير عندك نوع من الغفران الذاتي راح تغفر للناس اللي مروا بحياتك بسابق وتبدأ بداية جديدة لبعض منكم العزاب اشوف عندكم زواج حتى المطلقين صار لهم فترة كبيرة ما اشوف لكم رجوع بهاي الفترة وهي شخص اللي انتم منتظرين بتأخرات هواية وعدكم معارضات كبيرة ممكن يكونون بينكم اطراف بالعائلة هم اللي رافضين الرجوع للمطلقين فاشوف المطلقين عدكم فرصة جديدة عدكم فرصة زواج تقليدي زواج ما رح يكون عن علاقة عن حب ها بالنسبة للمطلقين يعني اشوف اكو زواج تقليدي وعلى الاغلب يكون من شخص من العائلة ممكن يكون هذا الشخص بينك وبينه اكو اختلافات اجتماعية او حتى اختلافات بالمكان ممكن اختلاف بالعادات بالتقاليد وهذا شخص اشوف يكون اكثر شي من العائلة او عن طريق احد من العائلة راح يدخل بحياتك هذا الشخص وعدكم زواج المطلقي ما اشوف عدكم رجوع لبعض منكم يعني الاكثرية خاصة اللي تتعاملون ويا شخص من برج السرطان ما اشوف اكو رجوع لانه برج السرطان قاعد اشوف اكو معارضات بينك وبينه هوايا وهذا شخص امرا مبيدة اكو شخص يتحكم بالشريك يعني للمطلقين ده احتي ممكن يكون هذا شخص كبير من العائلة هو موقف الرجوع بيناتكم وهذا شخص ما الى قرار اما العزاب اشوف قلت لكم لبعض منكم ممكن يكون عنده زواج عنده بدايات جديدة اكو بداية حب جديد راح يدخل بحياتك وراح يغير لك حياتك راح يكون مثل التعويض هذا شخص راح يحرك المشاعر اللي بداخلك ونفس الوقت راح يتصر عندك نوع من المخاوف في بداية العلاقة ولكن بالنسبة للعزاب يعني هاي الكارد يقول لك حاول انه تمشي ويه التيار خاصة اذا كان هذا شخص البعض منكم هذا شخص موجود فعلا داخل بحياتكم نهاية شهر 12 فهذا شخص اشوف العلاقة بينكم العلاقة راح تكون مستقرة العطاء بها راح يكون متبادل العلاقة راح تكون متكافئة راح يصير عندك نوع من الغفران ذات الامور اللي مرت بالسابق هواية يعني اكو بينكم تدفق سريع بالعاطفة والامور بينكم بسرعة بسرعة راح تتطور واشوف اكون جذاب كبير بينك وبين هذا شخص من اول ما راح تشوف او حتى من اول ما راح تشوي تبلش العلاقة لان البعض منكم اشوف اكو علاقة راح بسرعة بسرعة تقوى بسرعة بسرعة يزيد بها التعلق بينك وبين هذا الشخص كل التوفيق للعزاب والمرتبطين والمنفصلين من برج الجدي خلونا هسا ننتقل للتحديات اللي راح تواجه برج الجدي بهاي سنة التحديات اللي راح مالية التحدي اللي راح يواجهك بهاي السنة هو المادة المصاريف ممكن بعض الاوقات من السنة اللي انه طلعت ايضا بنقاط الضعف اللي عندك راح تمر بازمات مالية التحدي اللي قدامك انه تحافظ على استقرارك المادي تحافظ على العمل اللي موجود بين ايدك بالفترة الحالية الاموال اللي موجودة صرفياتك حاول انه ما تصير كريم زيادة عن اللزوم ما تصير مبذر حاول انه تجمع المال واتحصل نفسك ماديا مو بس تحصل نفسك من السحر حصل نفسك ماديا لانه التحدي اللي قدامك هو انه انت تحافظ على استقرارك المادي تحافظ على ثباتك اذا تشنت من الناس اللي متزوجين بالقراءة اللي قلتهم هسا يعني الناس اللي بينهم طرف ثالث ومسبب المشاكل للناس اللي متزوجين وهسا هم بحالة زعل او انفصال بس مو انفصال تام يعني فالتحدي اللي قدامك انه انت تحافظ على بيتك تحافظ على استقرارك تحافظ على عائلتك او حتى تحافظ على العلاقة الجديدة اللي راح تدخل بها يا برج الجدي اما نقاط الضعف اللي عندك قلتلك راح تمر بازمات ماديا هواية راح تمر بازمات حتى ممكن تكون عاطفية تغييرات لانه السنة راح تكون متقلبة ما اشوف اكو ثبات بها راح تكون الاوضاع متقلبة عندك بهاي السنة فحاول انه تحافظ على هدوئك تحافظ على الاشخاص الموجودين اذا كانت اوضاعك يعني النقاط الضعف اللي عندك هنا ممكن تمر باحتياج عاطفي او حتى احتياج مادي فحاول تتغلب عليه حاول تفكر بايجابية ترك التفكير السلبي حاول تتخلص من هذا الموضوع او تتخلص من التعب اللي موجود عندك بسرعة بدون ما تبقى واقف بمكانك وتبقى مثل ما يقول حاط الحزن بجرن وقعد فلازم تتحرك لازم تفكر بايجابية هواية والازمات اللي تمر بها راح تعدي وراء يعني كل مشكلة وإلها حل وراء كل مصيبة أكو فرج إن شاء الله أما نقاط القوة اللي عندك يا شوفها قلت لك أنه استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمال نقاط القوة اللي عندك هي أنه أنت تحافظ على سرك تحافظ على وضعك المادي تحافظ على علاقاتك بصورة عامة إذا كانت أمورك كلها زينة حاول أنه تتكتم تكتم أمورك كلها طبعا أسرارك حافظ على أسرارك يا برج الجدي لأنه أكو شخص مقرب من عندك قاعد يفضح بالأسرار اللي أنت تنطهي وإنت واثق به وإنت معارف أنه هذا الشخص أساسا هو متلاعب فحافظ على أسرارك حاول أنه تكتم أرزاقك تكتم أسرارك تكتم كل شي يخص حياتك لنفسك لا تحاول تشرك أحد به لأنه وشوف طاقة حسد عالية عندك طاقة مكر من شخص قاعد يشتغل بالخفاء ممكن يسرق منك حتى فكرة يسرق منك أي شي وأيضا طاقة حسد عالية وناس مراقبين كهوائي فنقاط القوى اللي عندك نوتة تكتم على حياتك وتكتم على أرزاقك وإحذر من هذا الشخص المنافق اللي موجود بالعائلة وحصن نفسك بالأذكار من الأعمال والصحة كل التوفيق الكمية